ايه اخبار الطلاب يا استاذ محروس الحمد لله يا سياد النازر مين فيكم يا ولاد يقدر يحكيلي عن قصة الكصة دي تكون ثابت اثر جميل في حياته بقلة يا سياد النازر ايوة بقلة يا سياد النازر اوه مقف يا بقلة واحكيلي قصتك الكصة اللي يحكيها النهاردة يا سياد النازر كصة مؤسرة ممكن تدي تحفيز لاي شاب ايوة هيا دي الكصة اللي احنا نحب نسمعها سمعنا يا بقلة طول عمرك بوهوب الكصة اللي يحكيها لك النهاردة يا سياد النازر للإصرار والعزيمة بجد كان فيه واحد بدون ذكر أسماء قعد تلاتين سنة وهو بيقدم طلب فيزا الأمريكا وكل مرة يطرفد لدرجة بقى كل اللي في السفارة عارفينه وما يقس وعمل ايه؟ قدم بعديها خمستاشر طلب للهجرة الكندا وكل مرة يقدم فيها طلب برضو يترفد وما يقس وعمل ايه؟ وعمل ايه؟ قالك ما بيدهاش بقى هقدم طلب انضمام للكوات البحرية وبردو ترفد وما يقس ايه؟ وعمل ايه؟ أم رايح مقدم في شركة برمجيات كان تلاتتاشر واحد وهو رقم اربعتاشر اتقابل منهم اتناشر وترفض اتنين هو كان واحد منهم وبردو ما يقس ايه؟ وعمل ايه بعد كده؟ اما قدم طلب للانضمام في الشرطة كانوا واحد وعشرين واحد اتقابل منهم عشرين وترفض واحد كان هو وبردو ما يقس ياه؟ ده عنده صبر كبير قوي اكيد طبعا بقى في الاخر بعد الصبر ده حقق كل احلامه ما نجاي لك هو في الكلام بقى يا سيادة النازر قعد فكر وما يقسه وكافح في الاخر قال يدخل مجال التسويق الالكتروني ويعمل موقع زي موقع امازون بالزبط كلام جميل جدا فطبعا كان محتاج رسمة الكبير علشان يفتح المشروع ده بعدها بمراته واخد قرد من البنك وبعد عناء طويل ها ايه اللي حصل؟ فشل الموقع وهو دلوقت الحمد لله في السجن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر